تناقص تدريجي في مستوى حضور وقوة التيار الكهربائي في مأرب حيث تضاعفت الانطفاءات في مركز المحافظة ومديرياتها يحدث هذا بالتزامن مع موجة حر وصلت ذروتها خلال اليومين الماضيين وهو مع أفار حالة استياء واسعة لدى الناس ومطالبات متواصلة للسلطات بالتدخل بشكل جدي لحل مشكلة الكهرباء الرغم أنه كان هناك معود من 2016 بتشغيل المحطة الغازية إلا أن السلطة المحلية فشلت في تشغيلها والانقطاعات تستمرت مستمرة وبالشكل يمكن أن يصل إلى 5 ساعات في اليوم تقول المعلومات إن أسبابا فنية في المصاف المنتجة للوقود المخصص لمحطات التوليد للطاقة الكهربائية أدت إلى عجز كبير في إنتاجها وإن محاولات عدة قام بها مكتب الكهرباء لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لم تجد حتى الآن حيث عقد اجتماع مع السلطة المحلية والحكومة بغرض زيادة كمية إنتاج الوقود لسد الاحتياج المتزايد للكهرباء غير أن الجديدة مشكلة أخرى طرأت هذه المرة تمثلت بتوجيهات تغطية شبوة من نسبة الوقود المخصص لمأرب وهو أيضا ما يشكل تحديا آخر المشكلة الحقيقية تكون في عدم تشغيل المحطة الغازية وهي التي ستكون حلا نهائيا أو جذريا لمشكلة الكهرباء في مارب والسبب الرئيس كما يعتقد البعض أو الناشطون بعدم تشغيل هذه المحطة الكهربائية هي لأن معظم المحطات التي تستغل بالوقود تعود لمسؤولين ولتجار وهم يعملون على عرقلة تشغيل المحطة الكهربائية خمس سنوات مضت مثلت خدمة الكهرباء التحدي الأبرز بالنظر إلى مستوى الاحتياج المتزايد نظرا لتمدد المدينة وتوسعها العمراني فضلا عن وجود مشاريع ومصانع تمثل ضغطا على خدمة الطاقة الكهربائية لكن وعودا كثيرة قطعت بشأن اقتراب تشغيل محطة مارب الغازية كحل جذري للعجز القائم والطلب المتزايد غير أن السنوات والشهور تمر دون تحقق تلك الوعود لتبقى المشكلة الحقيقية الماثلة أمام الناس والسلطات على حد سوى من هنا تنتج الطاقة الكهربائية لسنوات ويتم دعمها بمعدات تشغيلية إضافية وهو ما تراه الجهات المعنية حلولا إسعافية مؤقتة لسد الاحتياج الكبير من التيار غير أن تشغيل المحطة الغازية المنتظر تشغيلها هو الحل الجذري لتغطية العجز وصولا إلى الافتفاء خليل الطويل قناة بلقيس مأرب